لمبالغ عالية تصل رسوم المعاملات في العديد من الدوائر الحكومية ارتفاع يصل في بعض الأحيان لمئات الآلاف للمعاملة الواحدة لتشكل بذلك أزمة تثقل كاهلة محدودية الدخل قلنا هسا رح نرتاح بهاي الحكومة رح تخفف هاي الأمور بالعكس زادت أضعاف بالنسبة للرسوم القمرقية اللي عنده سيارة اللي يجيب له سيارة يعني هاي أمور ما كانت جواز السفر جواز السفر زيان تجديدة وما تجديدة مرة سويت عدي مال مداور مال بيت ورقة هطولها بيها يمكن خمسين خاتب وكلها فلوس رسوم شون يعني ماكو مثلا متابعة من الدولة وبحسب جهات حكومية فإن المبالغ التي تجبى من المواطنين تذهب لصالح مشاريع خدمية لكن الواقع يحاكي عكس ذلك تماما كما يقول مواطنون أكثر المشاريع اللي تنبني لا تستقطع من الخدمات الضريبية للدوارد الخدمية للمواطن مفروض يعني سمثلا تروح مثلا الأمانة أمانة بغداد مثلا عندك المرور حل الوحيد أنه أما تساندها الدولة عن طريق زيادة الموازنة وتخصرها في المبلغ معين أو تخففها عن المواطن فالطريقة معينة إلى أو تلغيها على فئات معينة وتبقيها على فئات معينة وتشكل الاستقطاعات المالية فصلا مرهقا يضاف لفصول الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن البسيطة ما يستدعي وقفة ومراجعة حكومية لقرارات أنهكت العديد لسنوات من بغداد علي أحمد السومريا